السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة الترند وما ادراك ما الترند وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي عاملاه فينا وسائل التواصل الاجتماعي خبر صغير قد كده او معلومة صغيرة جدا او موقف بسيط مبين شخصين ولكن بمجرد انه يظهر الصدام ده او الخلاف ده على وسائل التواصل الاجتماعي بيتحط عليه فلفل وبهرات وملح وبعدين الموضوع بيكبر واي حد بيدخل يتكلم في المسألة دي وبعد فترة صغيرة ممكن يتحول ده الى ترند ترند يعني الاكثر بحثا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت الترند خلال الايام اللي احنا فيها دي الممثلة ياسمين عبدالعزيز الممثل احمد العوضي تعالوا نبتدي نتكلم حوالين الازمة دي بدأت ازاي والمشكلة دي بدأت ازاي على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الفنان واقل عبدالعزيز اخو الممثلة ياسمين عبدالعزيز بينشر رسالة موجهة الى اخته بيقول فيها بص ياسميني عبدالعزيز ياختي انا معاك وفي ظهرك من وانت صغيرة شلت مشاكل كتير بسببك من وانت عيالة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وانت عارفة ان انا تقزيت فيها ازاي وقضية الشغلات مؤخرا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليمي الممثلة اللي لبستيها التورتة فوشها ووقفت جنبك بكل ما املك من قوة ادافة عنك في كل موقف صعب مر عليكي وانسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي انا ووالدتك انك تكبري وتبقي نجمة في مجالك سبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظمها وكنت الوحيد اللي سندتك ووقفت جنبك في طلائك لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد اصغر منك بعشر سنين لمن سنك وتتصوري صور ملهاش اي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح من امتى واحنا بنعمل اعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا ومن امتى الناس بتجيب في سيرتنا ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانت حرة فيها انا هتكلم على الشق اللي يخصني انت مقطع كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين اما بالنسبة للاخ اللي ماشي وراك في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقس لكل يوم احب اقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت دي الاصول ودي الاحترام وطبعا لانك عارف انك مرفوض رفضا باتا فعمرك ما هتعمل ده وما عندكش غير طريق الشمال اللي انت سلكه من سنين مع بنات الناس انا من رأي كفاية عليك البطولة اللي خدتها والعربية المرسيدس الهدية وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لان طول عمرنا في حالنا وما حدش سامع عننا حاجة وما لوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وانا ما بخافش من تهديد حد طبعا الرسالة اللي كتبها اخو ياسمين عبدالعزيز على السوشيال ميديا لاقت ردود افعال كتير جدا وكان اول رد فعل قوي جدا كان من الممثل احمد العوضي اللي هو طرف في المشكلة او موجود وموجه ليه جزء كبير جدا من الرسالة ورد عليه رد كان قوي جدا وقال له انهي بيت اللي ادخله من بابه ان كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبه ورميه وهي بتدفع له مصاريف مدرسته باب ايه يا ابني اللي ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها دي واحدة انت ما بتعملش حاجة غير انك بتستنزفها هي وممتها باب ايه يا ابني اللي حدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس يا ابني انا من عين شمس منطقة شعبية اتربيت على ان الاخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر عربية ايه يا ابني انا اجري الحمد لله يعيشني كويس ويجيب لي عربية حلوة وبيت كويس بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت اصلا عايش باسمها انا شقيت على حالي وبعرقي لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبني آدم الدايرة بدأت توسع واردود الافعال بدأت توسع والكلام بدأ يكتر والاطراف دخل فيها ناس تانية ومنهم طليقة الفنان واقل عبدالعزيز اخو الفنانة ياسمين عبدالعزيز اللي على طول دخلت في الموضوع وكتبت وقالت ان هي متطلقة من اخو الفنانة ياسمين عبدالعزيز من وابنها عنده خمس شهور ومن وهو عنده خمس شهور ما يعرفش عنه حاجة وما بصرفش عليه وانه امه المتكفلة بكل مصاريفه لغاية ما بقى عنده حداشر سنة دلوقت هي متضايقة جدا من انه اسم ابنها دخل في الموضوع ودخل في دايرة الخلاف دي وبتقول ان بس من سنتين تلاتة الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي اللي عرضت ان هي تساعده في مصاريف المدرسة ودفعت له المصاريف دي لمدة سنتين وكان جزء منها بس مش كل المصروفات وبعدين توقفت وقالت ان انا عند ظروف فمش هقدر اكمل ان انا ادفع له المصروفات وبعدين ام الولد قلت لها مش انت اللي قلتي وانت اللي يعني تطوعتي انك تساعده في مصروفات المدرسة سألت لها يعني ايه المشكلة يعني عرضت وبعدين رجعت في كلامي مفيش اي مشكلة ردود الافعال زادت من الوسط الفني رشال مهدي اتكلمت نهد السباعي اتكلمت محمد محمود عبدالعزيز عمل رسالة رهام سعيد برضه اتكلمت منهم اللي بيساند قصة الحب القوية جدا ما بين احمد العوضي ومنهم اللي زعلان من الاتنين في تصرفهم ومنهم اللي متدايق جدا لان ياسمين عبدالعزيز طول عمرها فنانة بتحظى بمحبة الوسط الفني كله انه يزجب اسمها بهذا الشكل وبعدين اخوها يتكلم عليها بهذا الشكل وبعدين الراجل برضه يتكلم عليها بهذا الشكل لانه احمد العوضي كتب لياسمين عبدالعزيز بعد كده على وسائل التواصل الاجتماعي بحبك ياسمين وهي كمان اعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي ارتبطها بالفنان احمد العوضي اخو ياسمين عبدالعزيز متدايق ومتعصب وبيقول ان العلاقة دي مرفوضة تماما وانه غير مرحب به في العيلة وبيتهموا بانه يعني بيحاول يتسلق على اسم ياسمين عبدالعزيز برضه نفس الاتهام بيتهموا الفنان احمد العوضي المرتبط بياسمين النهاردة وبيقول ان اخوها يعني عايش على اسم اخته وبيستنزفها ويعني انه هو يعني مش هو الراجل اللي مفروض يتكلم بالشكل ده لانه ما عملش مواقف طول حياته على حد ما هو بيقول تسمح له بانه يتكلم باسم ياسمين عبدالعزيز الموضوع كتر اوي الموضوع كبر اوي ومطلوب من كل الاطراف ان هي تعمل بس شوية كنترول شوية يعني هدوء بلاش من البداية بلاش من اول ما حصل ان فيه طرف معين معطرد على ارتباط اخته او جوازها من طرف تاني يا استاذ وائل بلاش نعلن ده على وسائل التواصل الاجتماعي يعني خلي الموضوع ما بينك وما بين اختك اللي بتحظى بشعبية وجماهرية والناس كتير جدا بتحبها علشان طول عمرها بتطل علينا بابتسامة جميلة بداية المشكلة مش في انه فنان ارتبط بفنانة بداية المشكلة مش ان حد بدأ يحس ان هو بيحب الشخص ده وفيه خطوات علشان يكون ارتباط رسمي ممكن يكون الشخص ده اي شخص في الدنيا غير مرحب به في العيلة دي خلوا الامور دي جوه نطاق العيلة انت تكلمت عن اسرار واحمد لما رد منفعل وزعلان علشان انك بتتهمه بانه متسلق وانه بيحاول يابتزها هو كمان اتكلم عن شوية تفاصيل عائلية عندك طلقتك رح ترد هي كمان وتكلمت في تفاصيل عائلية عندكم واصبح غسلنا كله مش هنغسلنا الكذا خالص انا اقصد خصوصيتنا وكل اللي عندنا منشور امام العامة ده يقول دي غلطانة وده يقول ده غلطان ده يقول ده صح وده يقول ده صح لو الموضوع من البداية ما نشرناهوش لو الموضوع من البداية كان داخل نطاق العائلة والتزمنا نوع من الحكمة اعتقد ما كانش الامور وصلت للحالة اللي هي وصلت ليها اتمنى السعادة واتمنى الهدوء وراحة البال لكل الناس المشاهير اللي احنا بنحبوهم واللي انطبعت صورتهم في زاكرتنا بصورة جميلة وبتسامة جميلة ودخلوا على قلوبنا السعادة والتسلية والمضمون الجيد فاعمالهم واتمنى السعادة لكل السادة المتابعين وكل السادة المشاهدين واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحكمة موسيقى اشتركوا في القناة